بدأت بعثة الحج المصرية خطة تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات استعداداً لأداء ركن الحج الأعظم غداً الثلاثاء وقامت بعثة حج القرعة بتوزيع وجبات جافة على الحجاج المصريين لاستحابها معهم إلى عرفات وخلال أيام التشريق هذا وتتابع غرفة عمليات بعثة الحج المصرية عمليات التصعيد أولاً بأول حيث يتم نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى صعيد عرفات بواسطة حافلات مكيفة